رد شعبي رسمي وطني على المسلسل الهابط المعروف باسم بيع رأس الحكمة أو مشروع رأس الحكمة أو استثمارات رأس الحكمة كتبها يوما ما المهندس يحيى حسين عبدالهادي بشكل عام على بيع الأصول وأخصصها في حلقة اليوم تعليقا وردا على مشهد سيء الذكر مع كفيله محمد بن زايد منذ ساعة تقريبا في منطقة رأس الحكمة براء منكم ومن بيعاتكم نقولها مرة تلو مرة أما وقد خلعت السلطة وريقة التوت التي كانت تداري بها تفريطها في رأس الحكمة تحت مسميات كاذبة مخادعة وأعلنتها اليوم صريحة أخيرا أنها بصدد تسليم رأس الحكمة للإمارات يصبح من العبث مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية سيء الذكر ولكن يجب إعلام وإعلان كل من اشترى أو يفكر في أن يشتري أو تسلم رأس الحكمة أننا كشعب مصر براء من هذه السلطة وكل بيعاتها ومن ثم أعلن أنا المواطن المصري كل واحد يكتب اسمه لكل من يتعامل في صفقة رأس الحكمة إعلانا نافيا للجهالة أنني لم أفوض أحد أي كان لبيع حصتي في منطقة رأس الحكمة وأن الأوكازيون المقام ببجاحة على رأس الحكمة هو أقرب للتجارة في المسروقات منه إلى البيعات القانونية السليمة فهذه البيعات باطلة وفقا لكل القوانين المحلية والدولية العادلة لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التي تقطعون من لحم الحي ولحم أبنائي وأحفادي سدادا لها وإنما هي نتاج قرارات وأفكار حكم فردي مطلق وأحتفظ بحقي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس الملاك الحقيقيين فبيع رأس الحكمة بلا توكيل التوكيل مزور يا سادة فليسمعها مننا الشيخ محمد بن زايد الرئيس الإماراتي اللي بيحصل النهاردة واللي حصل من ساعة إحنا مش معترفين به إحنا كشعب مصري مش معترفين به هنطلبك بحقنا فيه يوم أن يرحل سيء الذكر عن هذه السلطة الفاسدة الفاشلة المفرطة في أرض مصر فساعتها أنت أول واحد هنبدأ نحسبه يا محمد يا بن زايد أنت وإخواتك وموظفين اللي عندك واللي يتشدد لك ترجمة نانسي قنقر